تريتمينت علاج الأكيوتلوكيميا العلاج من زمان قوي وهو معتمد على الكيموثيرابي العلاج الكيميوي عشان نقتل الخلايا السرطانية وكمان معاه الريديوثيرابي العلاج الاشحاعي برضو عشان نقتل الخلايا السرطانية وسابورتيف ثيرابي يعني بتديله لحاجة النقصة مثلا كان عنده أنيميا قديله ريد بلوت سيلز عنده ثرومبوسايتوبينيا ديلو بليتليتس العلاج الفعال هو البومارو ترانسبانتيشن زراعة النخاع العظمي بناخد نخاع عظمي سليم من شخص اسمه الدونر المتبرع وبننقله لشخص المريض باللوكيميا العلاج الحديث والأفضل دلوقتي هو الترجية الثيرابي ان احنا بنوجه هدفنا ان احنا نحاول ان احنا نقضي على المشكلة الموجودة بتحاول نصلح عن طريق عرفت انا الوقتي المشكلة استبدل الحاجة اللي بايزة بحاجة سليم استبدل استيم سيل اللي بايزة الميوتاتت اللي مفروض انها هتقلب بلوكيميا او هي لوكيميك اصلا بتعملي لوكيميا اشيلها وادخل بدلها استيم سيل سليمة ترجية الثيرابي بافضل علاج للوكيميا الان اشتركوا في القناة